السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ام سجال. يوم ان شاء الله دي نقدم معكم بطبوط سهل جدا سهل التحديد تقدري تقطعيه بالموس ولا بالجرارة. بواحد العجينة اللي هي سهلة وبسيطة وبمقادير جد بسيطة. كتجي خفيفة مثل القطن. كما كتشوفو ميكنديرو هي طيب كيتنفخ. كيجي خاوي من الداخل وهشيش. يستحق تجربة. ولا ارواح. ودائما كان بغي نعطيكم اه وصفات اللي هي سهلة وناجحة مئة بالمئة. هدا هو شكل ديالو. كيجي من من فوق وخاوي من الداخل. المقادير نحتاجه ميتين جرام ديال الفينو. اربعمية جرام ديال الفارينا. شوية دي الملحة. معلقة صغيرة ديال اه الخميرة. معلقة صغيرة ديال السكرساندة. ومعلقة كبيرة ديال الزيت نباتية. الماء الدافئ للعجين. هادي نخلط الفارينا مع الفينو مزيان. ضفت الملحة وعملت واحد الحفرة في الواسط درس فيها الخمارة والسكر باش ندوبهم. ندوبهم مزيان مع بعضهم. بعد نخلط جميع المكونات مع الفارينا. بها الطريقة. ونعجنها بالماء الدافئ لما يكون دافئ ما يكونش سخون. هنا يا المقادير ديال الفينو وديال الدقيق بكأس العنباء يعني يجوش كيسان ديال ديال الفينو وربعات الكيسان ديال الفارينا. نعجنو العجينة بهات الشكل نخليوها شوية رخوة يعني رطبة. ما نقصحوش العجين. هاد العجينة محتاجاش نتلكوها نهائيا. غيرها نجمعوها. نخليوها رطبة. غادي نجمحها مزيان بالدياب هات الشكل كيما كتشوفوهم بعد غادي نجمحها واحد شوية ونخليها نغطيها ونخليها تختامر حسي يضاعف الحجم ديالها. نخليوها تختامر بزاف غير يضاعف الحجم ديالها وصافي. طيها بهات الشكل بسلوفا. ندوزل الحشوة عندي هنا يا ربعة ديال البصلات مقطعين مربعات. ربعمية جرام ديال صدر دجاج مقطع مربعات. اربعة ديال الجزارات محكوكين. تهال الحشوة كاتجيزوية نبسة ولديدة. نضيف لهم الزيسل اخضر حتى الاخير حتى طبعا ديال الحشوة. نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال السعصر. واحد جوج معا القبار ديال سيت نباسية. واحد شوية ديال العطرياء ديال الدجاج. شوية ديال الملحة. شوية ديال الليبزار. شوية ديال سكين جبير وشوية ديال تحميرة وردهم يطيبو على نار مهيلة. سيطيبو على خاطرهم. عاد نضيف لهم الزيسل الاخضر. هنا العجينة مبعد ما خسام راس عندي. يعني غير يتضاعف الحجم ديالها منخلي وهاش تخسامر بالساف. غادي نفرخها من الهواء ونقطعها. الى جوج ديال القطع. غادي نروش واحد شوية ديال الفينو على سطح العمل. بعد نقطعها الى جوج دوائر. نديرو الفينو باش ما يلتق سقناش العجين مع سطح العمل لان هالعجينة شوية رطبة. غادي نبسطها بحال هكا بالدلاك على الشكل المستطيل. باش ما نقطعها تعطينا تغطينا هذك الشكل اللي رحنا باغين. بحال هكا بالدلاك الشكل. لعجبكم الفيديو دي لهذا النهار ما تنسونيش بلي لايكات وتشجعوني في التعليقات وتشتركوا في القناة لكي يصي لكم الجديد. بعد مبسط العجينة ديالي لهذا الشكل اللي شكل مستطيل. غادي نقسمها بحال هكا. المربعات او مستطيلات. يعني بشكل اللي كتفضلو. تقدرو ازيلو ازيلو لهذاك الجوانيب بالموس باش تجيكم يعني شكل ديالها قد. من بعد تصوهم. تبسطوها واحد شوية رقيقة. تقدرو تزيلو هاد الجوانيب وباشو تزيلوهم ماشي مشكيه تخليوهم. ونستعمل نقطحها الى مربعات ونوضحها في مندير. الميندير رشوه واحد شوية ديال الفينو. باش مين تخمر ما تلتها ستقلكمش. تخليو هاد اختامر ما كازا اخدش بزاف ديال الوقت هاد البطبط في الاختمار. واحد العشرة دقايق كيكون واجد. توضعوه في مكان اللي يكون شوية دافي باش يخسمر لكم ضغية. وغادي نستمر بها الطريقة. راني وضعت الطبقة الاولى في الميندير اللي رشيت له شوية ديال الفينو بعد اخطيس. ونوضع الطبقة الثانية. يعني غير في مندير واحد بحال هاد الشكل اللي يوريزكم. ما غاديش يلسق لكم نهائيا توضعوا الطبقة الاولى بعد تغطيوا وزرشوا الفينو وتوضعوا الطبقة الثانية ديالكم. راه تغياء كي يخمر واحد العشرة دقايق كي ما قلت لكم. الى كان في مكان اللي هو دافئ. الصمر بها الطريقة. حسنا نكمل الحباس كامل اللي عندي. دهو الشكل ديالهم يكونوا شوية رقاق ما نبسطوه شغليد. نبسطوه شوية رقاق. نخليه يختامر حسي يختامر واحد العشرة دقايق ومن بعد ندوز باش نوريكم كي كان ديرو نطيبو. في مقلات اللي صخنتها من قبل. ما كاتشوفو راني دلت الحبات دياولي حسا تنفخو من بعد نقلبهم. بقاو نقلبوهم باش يتحمرو. حتى في الطياب راه ما كياخدش بزاف ديال الوقت. ضغياء كي يطيب وكيتنفخ وكيتحمر كي ما كاتشوفو كيجي لهاتشكل من فوق ومحمر. يعني راه ناجح مئة بالمئة يلا تبعتو جميع الخطوات. وبالعجنان اللي هي سهلة وبسيطة بمقادير اللي هي بسيطة بساف. تحصلوا لبطبط اللي هكا زوين وناجح. وكيجي خفيف من الداخل ومحمر. وشيش يستحق التجربة. كتشوفو نخلي واحد احتى يتنفخ مبعد عدنا نقلبو هي باش يتحمر. استمر بها الطريقة حتى نطيب ونتلقى معاكم باش نوريكم نعمره بالحوشوة. كيعطينا واحد الكيمية اللي هي كتيرة. بادي ندوز باش نعمره كما كتشوفو عادي نحل باش نوريكم كي كيجي داير من الداخل كيجي لها تشكل متقب وخاوي من الداخل وشيش. لكي يبلكم راه كيجي متقب من الداخل وخاوي. وهشيش ونستمر نعمره التلحوش واللي عطيتكم راه هاللي ده بساف. وزوينا. كتجي من السما بالسعسر. بعد ما عمرت البطبط ديالي كامل كيجي لها تشكل. كيجي زوين ومحمر. والديد. ودائما كم غير نعطيكم موصفات اللي هي سهلة وناجحة واقتصادية. والمهم الديدة. الى عجبكم الفيديو ديل هاد النهار ما تنسونيش بلي لايكاز تشجعوني في التعليفات وتشتركوا في القناة لكي يصيلكم الجديد. ضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو. وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا. صحة وراحة.